في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية لتخفيف أثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري وفق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على زيادة العلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بموعد استحقاقها ليكون تنفيذها اعتبارا من أول إبريل 2022 بدلا من أول يوليو 2022 ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستتحمل تكلفة تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به بالإضافة إلى التبكير بصرف الحافز الإضافي بقيمة 6.8 مليار جنيه اعتبارا من أول إبريل المقبل وذلك عما كان مقررا له من قبل بالإضافة إلى تكلفة رفع نسبة كل من العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 7% إلى 8% والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 13% إلى 15% بقيمة 1.2 مليار جنيه